مجموعة GFH المالية إضافة هامة وقيمة للمجلس لما يتمتع به من خبرة غنية تمتد لعقود من خلال تقلده للعديد من المناصب العليا في مجالات الصيرفة والاستشارات والمناصب الوزارية وتعليقا على هذا التعيين قال الشيخ أحمد الخليفة إن المجموعة ستركز على استحواذ المؤسسات المالية والاستثمارات في البولة التحتية وغيرها من الأصول الاستراتيجية الأخرى في خبر آخر تسعى مملكة البحرين جاهدة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قيادة دفة النمو الاقتصادي بغية الحد من تبعات تقلبات أسعار النفط والنهوض وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للتنمية المستدامة التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي تطوير نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أضحى أولوية وطنية تأخذ موقعا بالغ الأهمية في الاستراتيجية الحكومية للتنمية المستدامة والتي تصب في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2030 بما يخدم تنويع مصادر الدخل وتمكين الكطاع الخاص ليكون في طليعة التنمية الاقتصادية هذه مؤسسات جدا مهمة في الاقتصادات المتحولة ودول مجلس التعاون الخليجي أولى احتمام خاص لهذه المؤسسات ونحن في غرفة تجارة صناعة البحرين لدينا مشاريع مخصصة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة سوف نعلن عنها في القريب العاجل ولكن أيضا نحن نريد استفادة من تجارة الدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها حوالي 30 مليون مؤسسة متوسطة وصغيرة وهناك العديد من قصص النجاح في الاقتصاد الأمريكي أكثر من 90% من المؤسسات العاملة في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر ما يجعل من الضروري بمكان تعظيم مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي عبر توسعة رقعة عمالها خارج حدود المملكة والانطلاق إلى العالمية مستفيدة من الاتفاقيات المبرمة مع كبرى اقتصاديات العالم وكثرة التسهيلات المقدمة للشركات الوطنية الناشئة في عندنا علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وخاصة نحن في وجود الـ FTA اللي هي معاهدة التجارة الحرة ما بين البلدين طبعا في ظل وجود هالنوعية من المؤتمرات ممكن نحن نحفز التجار من البحرين للتعامل مع النبائرهم مو بس من الولايات المتحدة ولكن أيضا من الدول المجاورة ويقع على كاهل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسؤولية كبيرة في تنويع النمو الاقتصادي غير النفطي فهي مطالبة أكثر من أي وقت مضى بزيادة الانتاجية والتفكير خارج صندوق الاستثمار التقليدي للمضي قدما في دعم مقومات الازدهار الاقتصادي والتمكن في نهاية المطاف من تحسين مستويات جودة الحياة لجميع من يعيش على أرض المملكة أظهرت بيانات رسمية أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أصدرت 22 سجلا تجاريا افتراضيا خلال أول إسبوعين من شهر مارس الجاري وبحسب البيانات المعلنة على موقع مركز البحرين للمستثمرين فقد بلغ عدد السجلات الافتراضية النشطة منها 14 سجل مقابل 8 سجلات بدون ترخيص ومن أبرز الأنشطة التي تم الترخيص لها تصميم الدكورات الداخلية وتفصيل وخياطة الملابس وتجارة بيع الأعمال والمشغولات اليدوية والتحف والمعارض الفنية والطوابع والعملات الأثرية والكماليات ومستلزمات الفروسية إضافة إلى تعليم اللياقة البدنية ونشاط الترجمة إلى جانب أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة وأنشطة أخرى للتعليم والتدريب والآن نلقي نظرة على أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة